تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشاري صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع فيها الى سموه اسمايات التهن والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة اعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة مشيدا سموه بهذا الانجاز التاريخي الذي حققته المملكة برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود التنظيمية التي بذلتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي اسهمت في نجاح مملكة البحرين في استضافة هذه القمة التاريخية